موسيقى وزير الامن الايراني يصف بلاده بغير الامنة ويتهم بريطانيا بدعم الاحتجاجات تراقب امريكي لنتائج الانتخابات النصفية ترامب يستبعد خسارة الجمهوريين وبايدن الاكثر قلقا وسائل اعلام بريطانية تكشف نقل روسيا اموالا واسلحة غربية الى طهران مقابل حصولها على المسيرات صباح الخير اهلا بكم في جولة اخبارية لاهم الامبع مع استمرار الاحتجاجات في عدد من مدن ايران يواصل النظام الهروب منها الى الخارج موزع الاتهامات لدول غربية بدعمها وزير الامن الايراني اسمعي الخطيب هدد بريطانيا التي اتهمها بزعزعة الامن في بلاده وتحويلها ايران الى دولة غير امنة مضحنا ان ايران لا يكون لديها التزام بمنع حدوث زعزعة للامن في الدول الاخرى يتي هذا التوتر بين البلدين على خلفية تقرير لقناة ايرانية تتخذ من لندن مقر لها قالت فيه ان عاملين في القناة تعرضوا لتهديدات من النظام الايراني هذا وافدت وسائل اعلام ايرانية بمقتل احد افراد البسيج خلال عملية لاعتقال محتجين في جيلان شمال ايران هذا وشهدت عدد مدن ايرانية احتجاجات ليلية ردد خلالها المحتجون هتفات الموت للدكتاتور واحرقوا صورا لخامنائه موسيقى موسيقى ساكال موسيقى 17 آباني هست زن زندگی آزادی دمتون گرم في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أسفرت عمليات الفرز الأولية عن فوز الجمهوريين بـ 45 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا توقعت أديسون للأبحاث فوز الديمقراطيين بـ 19 مقعدا وتمكن الجمهوريون من الفوز بـ 3 مقاعد في مجلس النواب الأمريكي سبق أن احتلها الديمقراطيون من 371 مقعدا وذلك من أصل 435 مقعدا حتى الآن بحسب مشاريع أديسون للأبحاث قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الجمهوريين يتفوقون في عدد من الولايات بفوارق جيدة عن الديمقراطيين وهم يبلون جيدا في انتخابات التجديد النصفي حتى اللحظة هناك من يترقب خسارتنا في انتخابات التجديد وهذا قد يكون مستبعدا الجمهوريون يتفوقون في عدد من الولايات بفوارق جيدة ونحن نبلي جيدا في الانتخابات حتى اللحظة ونتوقع نتائج رائعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية المنافسة كانت محتدمة في ولاية أوهايو وأود أن أشير إلى أن بعض وسائل الإعلام الحاضرة شككت بقدرة الجمهوريين على الفوز أفادت استطلاعات رأي أمريكية بأن الناخبين غير راضين عن أداء الرئيس بايدن وحالة الاتحاد وأيضا أن 70% من الناخبين لا يرغبون بترشح بايدن لولاية ثانية ويعتبرون أن الديمقراطية الأمريكية مهددة كما اعتبر نصف الناخبين أن الوضع الاقتصادي في أمريكا أسوأ منه قبل عامين وأشارت الاستطلاعات إلى أن 8 من أصل 10 ناخبين غير راضين عن أداء الاقتصاد الأمريكي كما أن 3 من أصل 10 ناخبين كان للتضخم أولوية في تصويتهم أفاد مراسل الحدث أن قصفا جويا استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية قرب الحدود العراقية السورية وذكرت تقارير أوليا أن طائرات بدون طيار ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي شنت عدة غيرات على سيارات لم تعرف حمولتها على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرزور الشرقي كشفت وسائل أعلام بريطانية أن روسيا نقلت سرا إلى إيران 140 مليون يورو نقدا مع مجموعة من الأسلحة البريطانية والأمريكية التي استولت عليها من الجيش الأوكراني وذلك مقابل الحصول على عشرات المسيرات لحربها في أوكرانيا مضيفا أن الأسلحة شملت صواريخ بريطانية مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات أشار المصدر أن هذه الأسلحة ستمنح الحرس التوري القدرة على دراسة التكنولوجيا الغربية بالأسلحة وربما استنساخها كما أكد أنه تم الاتفاق بين طهران وموسكو على صفقة مسيرات أخرى بقيمة 200 مليون يورو وفيما تواصل روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا جدد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي رفضه التفاوض مع الرئيس الروسي بوتين قبل أن يسحب قواته من جميع الأراضي الأوكرانية وقال زيلنسكي أن روسيا تسعى للتقدم إلى ما بعد دونتسك مؤكدا أنه لن يتنازل عن أي مناطق أوكرانية أشهر ثمانية عجاف مرت على القوات الروسية في أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وغضب شعبي استدعت كلها ردا نادرا من وزارة الدفاع ضربة موجعة تلقاها اللواء خمسة وخمسون بالقرب من منطقة دونتسك خمسمائة وسبعون جنديا نهال عليهم قصف كثيف نجا منهم مائة وثلاثون وبقيت شهاداتهم تعكس المعاناة رأيت رجالا يتمزقون أمامي معظم وحدتنا اختفت ودمرت كان جحيما وقادتنا تخلوا عنا قبل بدء القصف بقليل وجه الجنود رسالة يشكون فيها حالهم أسبوعان من التدريب لا يكفيان للزجبنا في الحرب وفي مدينة فارونيج الاستراتيجية القريبة من الحدود والتي ينتمي إليها أغلب هؤلاء تنام الغضب حتى بين مؤيدي الحرب مجموعات تترك دون اتصال دون الأسلحة اللازمة دون أدوية أو دعم من المدفعية التوابيت قادمة بالفعل الغضب العار مستدعى ردا من وزارة الدفاع الروسية التي كذبت روايات جنودها وقالت إن حجم الخسائر في صفوفهم لم يتجاوز واحدا في المئة ترجع صحيفة لوموند الخسائر الروسية إلى الضغط السياسي الثقيل على القيادة العسكرية لاحتلال المنطقة الإدارية بأكملها في دونيتسك التي ضمتها روسيا على الورق في الثلاثين من سبتمبر بينما تسيطر فعليا على نصفها فقط إضافة إلى تكتيكات بالية موروثة من أيام الجيش الأحمر ما تزال تسيطر على القيادة العليا الروسية والأهم زج الجنود بالجبهات دون تدريب إلى جانب ضعف التنسيق بسبب تراجع مراكز القيادة لنحو سبعين كيلو مترا عن خط الجبهة خوفا من صواريخه مارس الأمريكية تقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن معدل الخسائر اليومية للروس تضاعف الآن ثلاث مرات من مائتين إلى ستمائة جندي وهذا يعني أن ما مجموعه خمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعون جنديا روسيا قتلوا منذ بدء الحرب طبعا لا يمكن التحقق من دقة الأرقام في ظل حالة التعتيم الرسمي الروسي لتبقى الحرب سجالا مفتوحا إلى حين لكن الأكيد أنه مهما احتوى القيادة الروسية أرقام جنودها القتلى فلن تستطيع احتواء غضب الأهالي ماهر النبواني الحدث أعطى قائد فرقة الضفة الغربية العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لأعضاء كنيست من معسكر اليمين لاقتحام قبر يوسف في نابلس وذلك لتنظيم فعالية سياسية ينظمها قادة الاستيطان في المنطقة بحسب صحيفتها أريتس ذلك على الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع الميدانية هذا ويواصل نتنياهو مشاوراته مع أحزاب اليمين في انتظار تكليفه المتوقع بعيد أداء النواب المنتخبين اليمين القانونية في الكنيست منتصف الشهر الجاري لكن دوائر أمنية في إسرائيل لم تخفي خشيتها من أن تقود استجابة نتنياهو لمطالب المتطرف بنغير إلى اندلاع حرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى جانب الخشية من تعقيد علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية التطرف اليميني سيكون عنوانا لحكومة نتنياهو السادسة الأمر الذي يثير قلق دوائر أمنية وسياسية في إسرائيل تحذر من أن استجابة نتنياهو لطلب المتطرف تمار بنغفير المدان بالانتماء لتنظيم كاخ الإرهابي بأن يتسلم حقيبة الأمن الداخلي وأن يصبح مسؤولا عن الشرطة في ظل خطته المعلنة للسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى ستفجر حربا مع قطاع غزة وتصعيدا على جانبي الخط الأخضر إلى جانب أزمة دبلوماسية مع الأردن ودول أخرى نتنياهو مرر رسالة تهدئة للأردن ومع الاحترام لبنفير فإن نتنياهو سيحاول احتواء التبعات لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة علاقات مع الأردن ومصر والدول العربية معظلة نتنياهو مع تكتله اليمني أن 33 نائبا منه ينتمون للطيارات الدينية والاستطانية المتطرفة وينصعون للحخمات لا القوانين الإسرائيلية بيد أن هناك إجماعا لدى أحزاب التكتل اليمني على تمرير ما يسمى قانون التغليب أي تغليب قرارات السياسيين على قرارات القضاء إلى جانب تشريعات من شأنها أن تلغي بعضا من الاتهامات بالفساد الموجهة لنتنياهو من سيحدد وجه التكتل اليمني هو حزب الصهيوني الدينية وأشخاص مثل بينفير واسموتريتش والمتدينون ما سيجعل الاتلاف على يمين الليكود ويدفع الليكود نحو التشدد اليمني أكثر ما سيؤثر على العلاقة مع العرب على صعيد العلاقات الدولية والإقليمية فإن وجود ورثة كهانا وفكر ترحيل الفلسطينيين وتسويق قتلهم يشكل عقبة أمام نيتنياهو حيث أوضح الأمريكيون أن واشنطن لن تطعط مع وزراء متطرفين وكذا تلقت إسرائيل تحذيرا من الأردن والإمارات ودول أخرى ثم تمن يجادل في إسرائيل بأن حجم التطرف يتغير مع المنصب الرسمي كما حدث لشارون حين انسحب من غزة بيد أن حكومة يبدو فيها نيتنياهو الأكثر اعتدالا قد تغلبها تركيبتها المتطرفة بما لها من تابعات خطيرة سياسية وآمنية زياد حلبي الحدث القدس الغربية انهار عقار مكون من ثلاثة طوابق في حي العجمي غرب محافظة الإسكندرية ما تسبب بوفاة شخص على الأقل فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وفي القاهرة أفض مراسل الحدث بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى من خمس طوابق في منطقة إمبابا شمال الجيزة إلى ثلاثة قتلة وتواصل فرق الدفاع المدني بدورها هناك رفع أنقاذ المبنى الذي تسبب منهيار جزئي لمبنى آخر مجاور على أمل الوصول للعلقين تحت الأنقاذ إلى السودان حيث شهدت مدن العاصمة وبعض الولايات تظاهرات ومسيرات حاشدة تلبية لدعوة لجان المقاومة بالخروج في تظاهرات كانت وجهتها القصر الجمهوري ومطلبها الأساسي لاستعادة للمسار المدني الديمقراطي ثلاثة قصر الجمهوري من لاستعادة للمقاومة لاستعادة للمبنى ومصف ناعة قصر الجمهوري قصر الجمهوري شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلند خلال لقائد مع رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبة على أهمية الانتهاء من القاعدة الدستورية والانتقال بسرعة إلى انتخابات وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر نقلا عن نورلند إن ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات وتحتاج للإرادة السياسية طلب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبية داعمين لحكومة بشاغة بتوفير الميزانية العامة التي أقرها المجلس الحكومة من أجل العمل على تنفيذ التزاماتها بعض النواب ألقوا باللوم على المحافظ المكلف من مجلس النواب على الحبري وكان من المفترض أن يتم تمويل حكومة بشاغة من خلال الاقتراض من البنوك لأن إداعات النفط وموارد الدولة تحت سيطرة المحافظ في ترابلس يبدو أن الاتفاق بين النواب ومركزي بنغازي على ضرورة توفير بدائل التمويل لم يتم وهو ما دفع بالنواب المطالبة بمسائلة المحافظ شرقا في شرق البلاد عن سبب التأخير قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبية عبدالله بليحق في مداخلة مع الحدث قال إن حكومة بيبة في ترابلس ما زالت تغتصب السلطة وأيضا تستخدم المليارات من الأموال في الوقت الذي تحرم فيه حكومة بشاغة وتحرمها من الدعم المادي لتقديم الخدمات للمواطنين طبعا للأسف الشديد بأن رغم نيل حكومة السيد فتحي بشاغة الثقة من مجلس النواب وتعهد أيضا رئيس الحكومة بسيد فتحي بشاغة بالذهاب قدما إلى الانتخابات وبعدم ترشحه إلى الانتخابات إلا أن هناك في ترابلس لا زالت هناك حكومة مختصبة للسلطة وهي حكومة السيد عبد الحميد البيبة وتقوم بصرف المليارات بشكل يومي في الوقت الذي تعاني فيها حكومة السيد فتحي بشاغة رغم قانونيتها ودستوريتها تعاني فيه من عدم توفر الموارد من أجل أن تقدم الخدمات للمواطنين هناك القليل من الأموال التي تحاول الحكومة التحرك بها خلال الفترة الماضية لكن هذه الأموال لا تعني شيء أمام توفير احتياجيات المواطن أو القيام بمشاريع تحل المختنقات لأن حكومة السيد فتحي باس آغا بالكاد تحاول أن تتحرك خلال الفترة الماضية دون توفر أموال من الصعب أن يتم تنفيذ أي شيء من قبل الحكومة الشرعية في ظل انتشار الفساد وفي ظل صرف المليارات من قبل حكومة السيد عبد الحميد البيبة وهذا شيء مؤسف نقوله بمرارة نهب أموال الليبيين من قبل حكومة السيد عبد الحميد البيبة ونرى غض الطرف عنها من قبل أطراف كثيرة من المجتمع الدولي ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب إلى أربعة قتلة بينهم طفلتان وأربعة عشر جريحا من النازحين القصف الحوثي بالصواريخ البلسطية والطيران المسير استهدف أيضا مستودعا للذخيرة أدى لتطاير المقذفات والصواريخ إلى أنحاء متفرقة من المدينة في هذه الخيمة كانت تختبئ الطفلة رموش ورفيقتها رحاب من الصواريخ المتساقطة على مأرب قبل أن تنتقل إلى غرفة ظنّت أنها محمية فوصل إليها صاروخ أودى بحياتهما ليلة أخرى عصيبة عاشها النازحون في مأرب بدأت بقصف صاروخي حوثي وبالطيران المسير استهدف أحدها مستودعا للذخيرة ما أدى لتطاير المقذوفات والصواريخ إلى أنحاء متفرقة من المدينة المكتضة بأكثر من 60% من إجمالي النازحين في اليمن وصلنا ليلة أمس جرى استهداف مدينة مارب الحوثيين أربعة شهداء منهم طفلة عمرها 5 سنوات وفتاة عمرها 16 سنة بإضافة إلى 14 جريح منهم أطفال ومدنيين آخرين هناك مصادر عسكرية تحدثت أو أكدت على أن هناك سبع صواريخ يعتقد أنها بالستية كانت متفرقة في الأحياء المدنية في مدينة مارب وفي مخيم الجفينة وكذلك أيضا وصلت إلى مخيم أو جو النسيمة الذي يوجد فيه ثلاثة من المخيمات التي تديرها الأكتد سي سي ام أو ما يسمى بإدارة المخيمات قتلى مدنيون بينهم طفلتان وعدد من الجرحى ضحايا القصف الحوثي الأعنف منذ أكثر من عام على مأرب قصف تسبب بتدمير المساكن في أحياء متفرقة من المدينة كما وصلت الصواريخ إلى إحدى المدارس متسببة بتدمير أجزاء منها ومحلات تجارية مجاورة أنا مدرسة حادثة أمس حادثة مرعبة جدا في هذه المدرسة الحوثيين طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فساد الحوثيين دمروا مدارسنا مستمرين في تعليمنا ولا ترعبنا رصاصهم ولا ترعبنا صواريخهم مهما كان مهما كان مهما كان وسط حطام الصواريخ ومن بين ضحاياها المتناثرة يلملم الطلاب في مأرب ما تبقى من كتبهم وهي رسالة أخرى للصمود مخيمات النازحين والأحياء السكنية وحتى المدارس كانت أهدافا للقصف الحوثي على مدينة مأرب محمود الحميدي لقناة الحدث مأرب أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبول استقالة وزير الدولة غافين ويلسيوم بعد اتهمات بالتنمر بحق وزيرة الدولة في الحكومة البريطانية ويندي مورتن وليام سون أول وزير مستقيل من حكومة سوناك قال إن الهدف من الاستجابة هذه لهذه الاستقالة لمسار التحقيق في الشكاوى وظهار براءته من أي سوء سلوك وفق تعبيره مع تجيل أسعار المواد الغذائية ارتفاع قياسي في بريطانيا واستارتفاع غير مسبوخ في كلفة الخدمة الأساسية لسيما الغاز والكهرباء تشهد بنوك الطعام إقبالا كبيرا إذ تعمل هذه البنوك في ظل وضعين معيشي غير مسبوق مع تراجع التبرعات وتزايد أعداد المحتاجين يجد المقيمون في لندن أنفسهم يستغنون تدريجيا عن العديد من المنتجات الغذائية التي اعتادوا شراءها بعضهم يستغني عن تناول الطعام خارج المنزل بغرض التوفير فيما يلجأ آخرون إلى بنوك الغذاء بسبب العجل عن تأمين ثمن الطعام فبريطانيا تعيش أزمة تضخم غير مسبوقة ضربت مختلف القطاعات أكثرها تضررا قطاع المواد الغذائية الذي ارتفعت أسعاره بمعدل قياسي تجاوز 11% خلال أكتوبر فقط وتلبية للطلب المتزايد على الغذاء تعمل بنوك الطعام بما يفوق قدرتها خاصة مع تراجع التبرعات وتزايد أعداد المحتاجين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد بشكل عام والكهرباء والغاز وغيرها نحن الآن أصبحنا أمام مشكلة بأنه الحاجة أكبر وارتفعت الأسعار وذلك أصبح تكلفة أكثر بكثير منه ولذلك الآن بدأنا حتى بتواصل مع البلدية هنا المحلية بحيث أنه يستطيع أن يغطوا جزء من هذا المشروع وبحسب دراسة محلية فإن مليوني شخص في بريطانيا اضطروا للتخلي عن وجبة واحدة على الأقل يوميا خلال الأشهر القليلة الماضية بنوك الطعام من جانبها قالت أنها زادت نسبة طرود الطعام المقدمة للمحتاجين بنسبة 50% مقارنة بما قبل وباء كورونا وجدنا بعد كوفيد وخاصة خلال المرحلة هذه الصعبة على الجميع وهي ارتفاع الأسعار وجدنا أنه في طلب كبير عليها ليس فقط من المشردين بل من كثير من الناس ليش قادرين يعني يغطوا تكاليف الطعام يوميا فلذلك رفعنا الكمية كنا نعطي بحدود المية قبل كورونا حوالي 150 رفعناها 50% وذلك الطلب كبير جدا والحاجة كبيرة جدا انتشار بنوك الطعام ظاهرة ازداد وجودها مع بدء أزمة 2008 الاقتصادية لكنها اليوم باتت أكثر وضوحا ويوجد ما يزيد عن 2500 بنك طعام في كافة أنحاء المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن يحتاجها العديد هنا مع توقعات بتفاقم الأزمة غلاء المعيشة من لندن عروب عبدالحق الحدث بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختم جولتنا الإخبارية هذه في الختم نشكر لكم كرم المتابعة ونذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحدث على مختلف المنصات منها تويتر، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للقناة الحدث دوت نت في أمان الله